شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالح وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى من تبه ديه واستنى بسلته إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اليوم الثامن من أيام هذا الشهر الفضيل المبارك ممت علينا ثمانية أيام هل أحسستم بها أم تحسون وهذه الليلة مقبلة بإذن الله جل وعلا هي الليلة التاسعة يعني ثلث الشهر مضى والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مواسم الخياط تأتي جميعا وتنضيصيا لأنها لم تأتي لأحد الناس إنما تأتي لمن يقتنمها لمن ينتظرها لمن يقدرها حق قضيها فاسحبوا ما بقي من شهركم اصحبوه بخير والمقصر فيما مضى ليستعم بالله سبحانه وتعالى ويشتهد فيما بقي فلعل اشتهاده فيما بقي يعني يجب له ما مضى منه أما إن استمرنا في التقسير يبا لا يعملنا إلا نفسها لأنه في نهاية هذا الشهر ستوزع جوالس سيفوز فائزون وسيخسر خاسرون سبصار كبير جدا بالله خاب وخسر من أدرك هذا الشهر ثم خرج غير مغفور الله والله يخسر خسرون كبير جدا أن هذا هو أواني المغفور وهذا هو أواني التوبة إذن اللهم مستعم يعني أيام وطبعا من العشوة أوسط من رمضان بيحدث نوع من الفطور يعني أول الشهر تجد الناس بفضل الله مقبل على المساجد والجهاد ويذهب قبل الصلاة وعنده فضل الله يعني إيه قوة يأتي العشوة الأواصل تخصر إيه يحدثوا غبوط في الهمم يعني تجد أن المساجد بدأت إيه بدأت يعني لا تكون مثل البداية يأتي بقى العشوة الأواخل يعني يفيقوا الناس مرة ثانية خلاصة هذا الشهر يمضي يبدأ يقبلون على إيه على المساجد مرة ثانية أنا متكلم على أحمال الناس لكن أهل الصدق وأهل العزم لا الوصول عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعد لرمضان من شعبان كان وصوله شعبانا كله صلى الله عليه وسلم وعليه وشعبان عند السلف كان شهر القراء يواجعون فيه القرآن فلما يقبل عليهم رمضان رمضان كله موطن الشهاد وحزم وعزم هنا تكتبت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يواصل في رمضان يواصل يعني يعني يميأت النوع دي الافتار لا يفتر يواصل الأيام صائما حتى يوفر وقت الطعام والشواط ويجعله للعجاد فلما أراد الصحابة أن يواصلوا نعاهم النبي عليه قال لا قال الأن لا تفعلوا قال رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني وأسقين إذن صلى الله عليه وسلم سلام إذن الوصال هذا هذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجن للصحابة لمن أراد أن يواصل فقط إلى الصحابة يعني يجوز الوصال إلى الصحابة لكن ليس يعني إلى الفجر ليس لم أن يواصل الصيام أيام يواصل من الفجر فقط لكن النبي كان يواصل أياما عليه الصلاة والسلام طب كيف كان النبي سلام يعيش قال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني كان يطعم طعم كان يطعم المعاني محبة الله جل وعلا المعاني التي كان يوزقه الله جل التي كان يوزق الله جل على النبي صلوات الله وسلم من محبة ومن الإنابة إليه والشوق إليه ويعني تعظيمه وإجلاله وهيبة كانت تغني عن الطعام والشرار كبقال قائل لها أحريث من ذكراك تشغلها وتليها عن الطعام والزالي فين قرأ علينا آخر آية قرأة علينا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفرنا أجوركم يوم القيام فمن زحزح عن النار ودخل الجلة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت هنا يواجه الله جل وعلا عباده بهذه الحقيقة كل نفس أي نفس ذائقة الموت حتى ذوق الموت الموت لا مزاق لا مزاق ولا سكراك حس بها النبي صلى الله عليه وسلم فعند موت صلى الله عليه وسلم كان كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكراك والسكراك السكراك الموت معناه السكراك هو السكر دعشة لذلك لذلك المواحد يعني يسأل الله السلام وعن فيه مشهر الخمر يحصل له إيه يسكر معنى السكر دهشة تخيبه تخرجه عن الله وذلك حوام الله جل على الخمر وفي معنى الخمر كل المخدرات خمر يعني لا يعتقد الناس كما يعتقد البعض هذه يعني استطراض كل ما خمر العقل كل مسكر من خمر وكل خمر حرام سواء بقى كان بيشربها بزفتها بدخان حشيش مخدرات كل ده خمر صلى الله السلام وعن وعن فهذه تحدث سكرة تغير العقل فكذلك الموت له سكرات بتدهش سكرات أنه يقابل لحظات لا يعلم خطورة هذه اللحظات وما يعاني المحتضر إلا الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت قانون الموت حق على كل حل قانون الحياة وقانون الموت قانون الموت يهدم هدم الحياة لكي نفهم الموت ما معنى الموت الموت في حياة وفي موت هما نقيضان يعني في حياة لا يريد الموت في موت تنتهي الحياة فقانون الموت يهدم الحياة قانون الحياة بناء وقانون الموت هدم في فرق بين قانون بناء وقانون هدم ونلا في فرق لما تأتي تبني بناء تبدأ البناء من من قواعد تعمل قواعد إذا أنشرت القواعد تكون عليه الدور الأرضي ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع هكذا طب لو أخذت أن تهدم هذا البناء تعمل إذا من يجي ناس تهدم البناء من كامل تبدأ من من الدور الأخير تهدمهم وبعد الدور الأخير اللي بعد هكذا إذا قانون البناء في صعود وقانون هدم فيه نزول هو بالضبط الموت الحياة آخر شيء في قانون الحياة يخلق الجسد يا أيها الناس إن كنتم في رجب من البعش فإن خلقناكم من طراب هذا خلق قياد عليه السلام ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقيمه في الأرحام مما نشاء أو إلى أجل المسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم ما يتوفى ومنكم ما يوضوا إلى أرز الهم ولكاليعلان من بعد المنشية كانت فيه مواحل أو لتنطفة ثم علقة ثم مضغة والمضغة دي قطعة من اللحم مخلقة في منها مخلق مخلق بعين وأنف وفم وهي قطعة لحم لكن مخلقة سبحان الله ومخلقة وغير مخلقة وبعد ذلك تخلق العظام وبعد ما تخلق العظام ينفخ فيه الروح بسكرة طب قانون الموت هذا قانون الحياة يقول الطفلة حياة بعد ما كان نطفة جامدة لاحية راكة فيها قانون الموت هيبدأ من هيبدأ من آخر شيء حدثت في الحياة وهو الروح فتخرج الروح أولا مش آخر حاجة في الحياة هي الروح نفخ الروح فيه الموت أول شيء آخر شيء في الحياة هيبدأ من السادس يبدأ من الأخير وينزب هو بالضبط وبعد ما تخرج الروح يسمح البدن يبدأ البدن الجسم ده يتفتت ويتحلل شيئا فشيئا بعد خروج الروح يبدأ يسيل بعد ما يسيل تحول العظام تتفتت العظام حتى يسيل طرابا كما كان الله جل وعلا كما أنشأه الله جل وعلا فذا قانون الحياة هو قانون الموت فيه من هذا الله جل وعلا خلق الموت والحياة والموت بعد الحياة هو لقبل الحياة بعد الحياة طيب لماذا قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا قدم الله جبه عليه قدم الموت على الحياة مع أن الحياة أسبق من الموت لماذا؟ حتى تعلم هذه الحقيقة وأنت حي فيجابه بالله سبحانه وتعالى بأن مآل حياتك هي الموت فحين تكون حيا تحسب حساب الموت لأنه حيواجهك لا محال وذي قال جلوان الذي خلق الموت والحياة يبنى هذه النتيجة المحتومة وطالما أنك ستموت يبقى تعد كما تعد للحياة تعد للموت طب لماذا خلق الله الموت والحياة؟ ليه أنت موجود في الدنيا لكي تفهم القضية الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن وماذا هي هذه القضية الكبرى قضية العظمة أن يختبر الله جل وعلى عباده هو ربنا يعلم ولم يعلمش يعني كل الناس اللي جلسة في المسجد وانا معكم قبل أن تولد وقبل أن أولد كل النازل كلها والخلائق دي كلها معلوم مكان كل واحد معلوم كل شيء فلان واسمه ومكينه وعمله ورزقه ومن أهل جنة ولا من أهل ما كل هذا يعلمه الله جل وعلا لحديثة عبد الله بن عم والنزياء مسلم فيه صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقاضيه الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل واحد معلوم قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة كل شيء مقدر مكتوب والأمور بتمضي على ما قداه الله جل وعلا ما بتوعشي لا يمين ولا يصار قيد الملأ ربنا قدوا بيكون طب لما ربنا يعلم لماذا يعني يحاسب الناس ما هم الأول لا لأنه لا يحاسبهم بعلم فيهم يحاسبك إلا بعد عملك هو يعلم أين ستصير يعلم أنك إلى أي الفريقين لكن لابد أن تعمل لأنه حكم عدل سبحانه وتعالى أن الله لا يظلمه مشقال الضربة وإنتك حسنة يضعفها ويؤتي من لدون أجر عظيما إذا ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لكن لازم مش لا يحاسبك الله جل وعلا إلا على العمل إذا فلسفة الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأحسن عملا خلاف أكثر وعملا المقصود إحسان العمل إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والعمل يكون صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن هذين شرطان لأن هذين شرطان لقبول العمل إخلاص العمل لله والعمل يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العمل لغير الله للهوى للجاه حتى تكون يقال عنك إنك جريء إنك عالم إنك متصدق يبقى العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون تتصدق لله تصلي لله تصوم لله والثاني يكون عمل موافق رسولة النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة النوت فهمنا موت ليه فهمت القضية ده لما تفهم القضية يبقى بالضغط كده الموت والحياء باب وباب وبين البابين والعمر والعمر قصير جدا في الحياة إن الذين كفروا ينادون لمقت الله ينادون وهم في النار ينادون لمقت الله أكبر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بجنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أما الثاني اثنتين ازاي ازاي ربنا عمتهم اثنتين يعني موتتين وأحياهم موتتين حين كانوا نطفا جاندة كانوا موتة ولا لا لا حراقة فيه نطفة دي ايه تتحرك تتحركش يبقى دي موت دي أول واحد ثم أحياهم الله جل أخرجهم جنين تفل يبقى حياة ولا لا ولي حياة وبعدين الموت الفناء الذي يعقبه القبور يبقى موت الثاني يحييهم بعد ذلك البعث والجزاء والأسابة قالوا ربنا عمتنا نسنتين وأحيايت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فال إلى خروج من سبيل لا ليس هناك سبيل الخروج ليه لأن الإيمان في اللحظة ليه لا ينفع الإيمان الذي يكون عن مشاهدة الإيمان الذي ينفع الناس الذين يؤمنون بالغيب أما الإيمان حين ينزل عذب حين يرى جنة والنا مش هينفع العذب نعم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني أنت في الدنيا تعترف لكن بين يدي اللهجة تقول اعتوافتي مزامكي خلاص ومش الموت الهنا وجوع كله نفسا ذائقة النوت يعني أنا وأنت وكل اللي في المسكي الدول هنكون تحت تحت الأرض والمسلم يعتقد أن الموت نقلة من حياة إلى حياة أخرى المسلم بيؤمن بالبحث والجزاء والحساب والكافر لا يؤمن بالبحث ولا جزاء ولا حساب يعني عندهم إيه؟ يعني الموت عند الكفار ده عدم لا يوجد أي حاجة بعد الموت عند المسلمين لا حيعقبوا حياة أخرى حياة البغزخ حياة البغزخ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعل يعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائل ومن ورائهم بغزخ إلى يوم يبعثون ومن البغزخ اللي هو الفاصل بين شيئين أولا البغزخ يعني الحياة البغزخية القبوغ فاصلة بين الدنيا وبين الآخرة هي أول درجات الآخرة وطبعا قضية البعث والجزاء والحساب قضية من القضية الجوهرية عند المسلمين يعني من لم يؤمن بالبحث ولا جزاء ولا الحساب كافر الهنود والسيخ وعباد الوسن والبقر دول بيعتقدوا إن الموت ده فناء نهاية ونحن المسلمين نعتقد إن الموت انتقل من حياة إلى حياة الأخرى والقرآن والطوراه والإنجيل والكتب التي أنزلها الله جل وعلا بتبين إن في حياة بعد هذه الحياة العجيبة جدا إن دراسة حديثة جدا عملتها جامعة كندية جابوا ستة أو سبعة من الأموت ناس ماتت حطوا لهم وضعوا لهم إيه وضعوا لهم أجهزة حديثة جدا جدا بترصد نشاط الخلية الدماغية ناس ماتت وجدوا شيء أذهلهم طعا هو أذهل أذهل هؤلاء ما الذي أذهلهم الذي أذهلهم إنه وجدوا بعد الموت بعد خروجه في نشاط دماغي نشاط للخلية الدماغية متنامي جدا عند الناس عند جميع هؤلاء فهذا آج قبل إن النشاط الخلية دماغي دماغيه معناناً في هي في حياة وهذا بيثبت ما عند المسلمين ويبطل كل المزاهب الكافية هذه كلها وأحنا نؤمن بهذا من كلام ما أوبنا سبعينه وتعالى لاحتجنا مختبوات ولاحتجنا جزء ولاحتجنا ابحاث لأنك ولأن يعني ومن أسدقوا من الله حديث الموت له أسباب لا ليس له أسباب الموت موت الكبير يموت والصغير يموت الصيح يموت والمريض يموت يعني الموت يأتي لقتها وعلى حسب الحالة التي أنت عليها فكم من صحيح مات ومن غير علة وكم من مريض عاشته إلى دهر إذا لم يكن لموت أسباب أنت تعرف أن الموت ده مقدرة عليك فأي لحظة ستكون من في الدار الأخير وهنا سيختلف في أسعي الناس ويختلف مقامات الناس كما اختلفت مقاماتهم في الدنيا كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل عبد كل واحد مننا بيعيشه بيموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه والله العظيم فيه ناس متت وهي سجده والله العظيم أنا أعلم ناس متت وهي سجده فضل الله شخشك الله مات وسجده سلح الله عند سجد سجد مات هم؟ يوم الجمعة شخشك الحمد لله عليك وفيه ناس ماتت تحت أقدام الراقصات صلى الله عليه وسلم ونعفين والله واحد وناس ماتت على الزنا والله نظيم صلى الله عليه وسلم ونعفين واحد مات لي صديق لي أستاذ في الجمعة أستاذ في الجمعة في الحالات الحالة الجديدة واحد هو بيموت هو بيموت عملي هايون تراص حفظات الأخيرة هاتفين مريض وقف ماد يده يمسك خادي الممروضة يده مطلتش الممروضة ومات على كده طب واحد ثانية عمق ايه همسك بالهم من دين ومات والله حاجات كلها المروعة والله العظيم ايه والله ومرأة قبل ان تبوت بساعة طلبت تدخن سجارة كلموها يمين يا سلام الله حال لازم انتدخن سجارة شرب السجارة ماتت مساء الله صلى الله عليه وسلم إن سعيكم لا شد أنا بذكرتك النماذج دي وفي ناس ماتت ويا سجد ناس ماتت ويا راحا ما سجد ناس ماتت وهي تقرأ القرآن عثمان رضي الله عنه قتلوه وأول قطرة من دمي نزلت على القرآن الذي كان يقعه آية كما ذكر بن كشير في البداية والنهاية نزلت على قول الله جل في سورة البقرة فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم نزلت أول قطرة من دمي على ذلك تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حماما مقادري سبحان الله ودي حياته كل نفسي زائقة الموت وإنما توفرنا وجورك ويوم القيام فمن زحزح عن النار وقدخلت جنة فقط فاس شوفينك فمن زحزح عن النار أنا بذكر لك حالات الناس عند الموت لي لأن انت تتذكر الحياة دي وانت بتدخن الصجارة وانت جالس على المكان وانت ترى منظر لا يحل لك وانت بتغش واللي بيأخذ رشوة ممكن الموت يبغته في الحالة دي فتحظى من هذا ممكن تمسك صجارة كده تريدك الان دي وتريد ان تشهد لله وده الأصبع ليشهد لله بالوحدانية تعرفش ولا لا هي لله منسك صجارة ومسكية فالمنزحزح عن النار وقدخلت الجنة فقط فاس مسألة شديدة فمنزحزح معناه ان القنمة مصيبة كبيرة وزحزحة يعني شيء انت بتزحزح شيء ثقيل هو كده بالضغط عشا تتغلب على نفسك وأهوك وأهوك والشيطان وفتن الدنيا ومصائب كبيرة جدا ليس لها من دون الله كشفاء إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى إذن فمنزحزح عن النار وقدخلت جنة فقط فاس وما الحياة الدنيا إلا النتاع الغروب إياك أن تغطر بالانتشف حياتك إياك أن تغطر بالعمل العمر يذهب في لحظة إياك أن تغطر بالمال المال خلف ظهرك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون ما أغنى عنهم ما كانوا ومتعهم هم لو جابوا أغنى أغنى أهل الأرض وهم يأتي الموت أيان خلاص ميت تغطر إياك أن تغطر بالقوة القوة تذهب كذلك في لحظة تغطرش لا تزول قدم عبد يوم مقيمة حتى يسأل عن أربع عن علمه عن علمه فيما عمل به عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن وعن عمره وعن إيه كمان عن إيه الصلاة عن علمه فيما عمل به وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن مال من أين اكتسبه وأين أنفقه يبعد يسأل عن هذه الأربع فعد السؤال جواب إذن بهذه الحقيقة وما الحياة الدنيا إلا ما ترغوه يعني لا يغطر بمتع هذه الحياة وينسى الآخرة إلا المغرور المغرور اللي هو إيه شايف الأمور على غير حقائق وأغلب من ترى عينك مغرورين بالدنيا واحد ربنا يعطيه جاه وربنا أن يملكه عن الناس والعباد إذا في يسفك الدماء ويقتل ويدم هو حيموت زي ما يفعل الجزاء من جنس العمل واحد ربنا يعطيه مال لا يتصدق بالمال وينشغل بالمال يعطيه قوة فيستطيل على عباد الله لا وما الحياة الدنيا إلا متى فسابقوا في هذه الأيام وسابقوا النفس وسابقوا اللي هو الله العظيم الحياة قسيم ويعقبها الموت فأعدوا من الآن لهذا الموت فقدر مسلم فيه صحيحه الحديث بغايدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الأخير حابل كده أن تذهب للمقابر ورح كده المقابر بالليل انظر نفسك كده في الليل كده وأنت في يوم الأيام حتكون من رواد هذه المقابر كلام ده حينقبنا ينفعج جدا لأن كلام ده حيحطم بواك الهوى والشيطان وزينة الدنيا اللي هي تبهرك ولا حقيقة لها انظر الله وبركاته صلى الله عليه وسلم وارك العب ورسوله النبينا محمد وعلى آله وسلم يجمع من بذك الله